مرحبا ندخل الى unit 3 اول درسي يتكلم عن الطماطم كلمة بلانت بلانت نبات بلانت يزرع ينمو او يزرع ليف ورقة شجر طبعا احنا اخذنا في قواعد الجامع بنحذف الف ونضيف مكانها VES دي قاعدة ليفز او قاعدة حرف الف في الجامع فبالتالي كلمة اوراق شجر الوردة الوردة البزور جزور النبتة اول ما بتطلع اسمها تربة زراعية صايل ضوء الشمس مية بيسقي Water 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 طيب عملية الانبات اللي هي النبات كده وبينمو اسمها ايه جيرمينايشن بروسس جيرمينايشن بروسس طبعا غاليكو كاملوا الليسن لحاج اخره لان انا بديب تدريباته في يونت واحد في فيديو واحد مع زراطن كلمة بالداخل زي ما بنقول الطوماتوز بزور يصبح بيكم زي البنوطة الامر تقول انا اريد ان اكون فلاح يموت ضاي قبل بيفور يعني عايز قولن الطماطم قبل بتبقى لونها بيفور قبل بتبقى جرين وافتر يعني بعد بتبقى رد أوسم مندهش أوسم is cold يعني بتسمى يجد فاين واجد في الماضي فاونت طماطم طوميدوس بلقونة بلقوني دلوقتي كان في محادثة ما بين ولد وبابا بابا قالوا what is it that ايدا قالوا our tomato plants are growing on the balcony look can you see the leaves and the flowers قالوا محصول الطماطم بتاعنا كبر في البلقونة كان زرعين طماطمية يعني وقالوا إيدا تعالى look can you see the leaves تقدر تشوف أوراق الشجر ده سيليم قالوا قالوا oh yes طبعا but why are the tomatoes green هي ليه الطوميدوس green هي ليه لونها أخضر فرح بابا بيقولوا الطوميدوس are green before they are red يعني الطماطم بتبقى لونها جرين الأول أخضر before قبل ما تبقى red حمره فبعد كده قالوا how do we grow new tomatoes واحنا ازاي بنعمل الطماطم الجديدة يعني بتتزرع ازاي قالوا تبتعال اقول لك يلا بينا على الخطوات tomatoes have seeds inside أولا فيها بزور بداخلها we can take the seeds and grow new tomatoes أنا باخد البزور دي وبعمل منها طماطم جديدة we plant a seed بنزرع الطماطم دي and the plant and the plant and the plant and the plant and the roots and the roots and the roots and the roots will grow under the soil يعني الجزور دي هاولاد بتكبر عشان السؤال تهتليبي بيجي لك كتير بتكبر فين inside or under تحت soil التربة الزراعية وبعد ما بتنموا تحت التربة الزراعية the plant grows بتكبر اكتر فا اكتر flowers and the flowers become tomatoes and the flowers والزهور بتبقى طماطم بعد كده that's awesome الولد انداش قوي كده قال له and i found a red tomatoes أنا لقيت طماطم لونها حمراء let's have it يلا بينا ناخدها for lunch على الغداء طيب داخد اسئلة معاها والصورة اللي هنا دي ده تلخيص اكتر كمان لعملية الانبات اللي هي عملية الانبات اسمها germination germination process بيقول لنا ان اول حاجة لما بنزرع we put a seed in soil حطينا البزرة في السويل التربة الزراعية the seed needs sunlight and water so it can grow بتحتاج بس مية وضوء الشمس علشان تنمو the seed grows roots under the soil بعد كده بجزور بتنمو تحت التربة الزراعية then it grows a shot and gets taller above the soil وبعد كده بتبدأ تكبر ثم اكتر فاكتر لحد ما بتخرج فاينالي برا التربة الزراعية the full plant grows leaves and flowers طلع علينا الظهور وكل التفاصيل دي طب يلا نحل فيها الحاجات المهمة the لسه قالين اسمها ايه germination process لايك وشير لايك وشير بقى لايك وشير عشان انا من اكتر الناس اللي ما ببخلش عليكم بمعلومات وبقولها بالتفصيل بالحل بتاعها في فيديو واحد وقل لي رأيك في الشرح ولو في ايه كومنت فيه التعليقات the seed البزور needs بتبقى محتاجة طبعا ايه sunlight يعني دوق الشمس هي الوحيدة اللي تنفع طول ما انت ماشي لازم تترجم كده then it grows بعد كده اللي بتنمو نقاط ndg tiller under the above the soil finally the full plant is grows a shot بعد كده الجزور بتبتدي we eat grows it يلا نكمل مع بعض our tomato plants are growing our tomato plants النبات الطماطم are growing on the balcony تمام نعم الله متش كده مع بعض how do we grow ازاي بنزرعها قولنا ايه new tomatoes how do we grow new tomatoes يعني ازاي بنزرع الطماطم الجديدة tomatoes are green الطماطم بتكون خضره before they are red قبل ما تكون لونها احمر ده اكتشاف ده where are where are اين يكون dead and slim طب سؤالي اللي تجوزها راهولكم سريعا we use احنا بنستخدم seeds البذور to grow new plants زا roots الجزور دي grow بتنمو under the soil ده اللي احنا قلناه بتنمو تحت التربة the shoot is a small plant الجزور بتعتبر نباتات صغيرة we water احنا بنسئل plants النباتات to grow عشان تنمو trees have a lot of green يعني الشجر بيبقى مليان green leaves green leaves green leaves يعني green leaves يعني اوراق شجر لونها اخدر the roots grow under طبعا لسه قلناه كذا مرة ان هي بتنمو فين under the soil تحت التربة الزراعية طب يلا سؤال rearrange why are the tomato green لماذا تكون الطماطم خضراء من معاك كتاب احنا شغالين من كتاب step ahead okay tomatoes are green يعني الطماطم بتكون خضراء before they are red قبل ما تكون حمراء tomatoes have seeds inside الطماطم فيها بزور بداخلها what about وماذا عن هاي talking يلا في طريقتين في ترتيب السؤال ده ان احنا ممكن نقول what about وماذا عن او ان انا بقول استفهام مساعد فاعل فاعل what are وماذا هم they talking about وده اللي مستحب طبعا لانه موجود في الاسئلة اللي معانا ادل الاستفهام وادل مساعد or وبعد كده ادل فاعل لان احنا بنمشي ايه استفهام مساعد فاعل فاعل اهو وفي الاخر اسمها talking about يبقى what are they talking about وماذا هم يتحدثوا عن تمام وماذا هم يتحدثوا عن what are they talking about استفهام مساعد فاعل فاعل لكن ترتيب الجملة مساعد فاعل فاعل هاي لما بقترحها ليه حاجه يبقى ايه let's have it هيا نتناولها for lunch خلي بالك ان الجملة هي صغيرة بس ممكن تلغبطك let's have it يعني هيا نتناولها كأنه بيتكلم على بيت زهية مثلا او طمطموية مثلا بما ان الدرس كله بيتكلم عن التوميدوز تمام اهو التدريبات بتاعته كده كاملة تحلت معانا والبراجراف بنكتبها وبابعتها لكم كاملة بنزل على صفحة الفيسبوك البراجراف كامل تمام فيه كل الافقار وبسايلها لكم كمان زي ما نزلت على اول وحدتين هجمع لكم التالتة والربعة الفيديو لو عجبك قول لي رأيك بنحل الوحدة او الدرس بتدريباته حتى البنكة ويشان اهو هاي دي السي فيش حاجة تاني ده سؤال هل يبقى نحط ايه كويتش المارك ما تنساش ان ايه اسئلة هل باخد الو مفيش حاجة تاني فول ستوب التى مفيش حاجة تاني فول ستوب وبتنزل جملتك طبعا بعد ما بتحل يبقى كده خلصنا الدرس كامل استنوني في الدرس التاني من الوحدة التالتة نعمل شير للفيديو مستني ايكو جود باي